مرسدس 230.4 بونجور من برنامج أوتوفوكوس اليوم رح نكون مع سيارة مميزة جدا وهي سيارة سيارة المرسدس 230.4 أو 230.4 يلي هي السيارة مودل 74 يلي نزلت دغري قبل المرسدس 230.5 سيارة مميزة جدا متل ما شايفين اليوم بدنا نحكي عنها ونحكي عن التفاصيل الموجودة فيها أول شي بدنا نحكي عن اللون لونة مميز جدا مش معروف محير بين الأحمر والأورانج والأصفر والليلكة والأرجوينة ولا ما بعرف بيخيل بس المميز فيها أنه صاحبة لهذه السيارة حب يخليها على بوية الشركة وما حب يعمل لها زنار بوية كمان في عنا هون بدنا نحكي عنها سيارة هايدي نزلت متل ما قلنا بسنة الأربعة وسبعين هالمرسدس مميز جدا لأنه بتعمل من سفر لمية كيلومتر خلال ثلاثة أيام هايدي إذا دعستها منيح وبدك تفتحها متل ما بقوله باللبناني كمان بدنا نقول إنه هاي السيارة متل ما شايفينها أكلي وهلي من أيام الحرب يعني سيارة مقضاية وفيها تاريخ هلأ رح ننتقل لداخل السيارة ونحكي عن السبكس الموجودة من قلبها رح نفتح البيب يلي هو بيفتح بسهولة بسهولة رح نحن نحن رح نبدو شوي تنكع من قريبه ولي بيفت يفتح البيب لأنه كتير السيستام طبعه معمول بحتي تكون كتير لينة وتفتحها بدون ما يكون في أي أحراج بنفوت على قلب السيارة متل ما شايفين ديركسيون واسع لحتى إذا بدك تلف تلف أنت ومرتاح وخاصة المميز فيها أنه إذا استعملتها تاكسي فيك تقعد اثنين أو ثلاثة حدك من المواطنين يلي بدك تنقلهم معك ولكن بدك تنتبه كتير مني على الفيتاس مين رح يقعد عليه هاي السيارة متل ما شايفين هون عنا سيارة ما فيها لأنه بوقت اخترعوها بعد كانوا ما اخترعوا ولكن السيارة أصحاب السيارة فكروا فيكن وقدمو لكم هاي دي المروحة يلي فيكن تحطوها على التابلو وتستعملوها كأي سي لأنه هاي دي أصلا أضمن وأحسن لزلعين حتى ما يصير ينظر بوزلعين كون الأي سي كتير مئزي كمان رح ننتقل لقصة الأيرباج متل ما حكينا كل السيارات فيهم الأيرباج ولكن هاي السيارة أول ما اختروها كانوا بعد ما فكروا بفكرة الأيرباج بس عكل حال البديل عن الأيرباج هو هاي دا البالون يلي بس يصير معك حادث لا سمح الله أو بدي يركب معك الحادث أصلا الحادث إذا بيركب معك بهيدي السيارة خاصة بدو حوالا ديئة و ديئة و نص لحتى يكون يركب الحادث كوم انت معك وقت أصلا تكون شلت هاي دا البالون وتحطه محل هون وتيخبط بخك فيه وهيك ما بصير لك شي هلأ رح نتقل على غطى المطور لحتى ناخد فكرة عن المطور الفضيع والمميز يلي بدنا نحكي عنه مطور المرسيدس المرسيدس متل ما شايفينه مطور جدا مميز زيارة فينا نقرب ناخده هيك عم نقريب و نشوف و ناخد فكرة قديش بعضه خام و مش مدؤور ما حدا دقره ولكن فيه شغلة ملفتة هون فيه شغلة مميزة تبينت معي لأنه فيه ريحة أنا اكتشفتها هلأ طلعت ها من هيد الفارقة هاي الفارقة من كبة و نعتبر انه ما كأنه كان في شي هلأ رح ننتقل لشغلة كتير مميزة وهي السندوء ورا يا سيتر يا رب مننتقل المشاهدينه هلأ للسندوء المميز يلي حكينا عنه هلأ رح نفتحه و نشوف قديش واسع من جوه و قديش فينا نعب غراط فيه لأنه هيد السيارة يا سيتر يا رب اوه مشاهدينه متل ما شايفين فيه جتة هون بالسندوء و انا اكيد انه هيدا احد مصنعي هيدا العربية لأنه من وقته ما تصنعت هيدا السيارة ما نفتح السندوء متما شايفين فيه دولايب سبير فيه جتة فينا نشيل انكبه والسندوء واسع من جوه رح ننتقل هلأ لأنه هيدا المنظر مريب بالنسبة لسعره خلينا ننتقل لسعره من الاخر سعره هيدا السيارة المميزة المرسيدس 230.4 أطش سعره 200 دولار تتقصد طبعا هيدا السعر بس ب باوت اوف فوكس لأنه برا بأي معرض فيكم بتكون تشتروها طبعا هي أغلى من هيك فمن خلال اوت اوف فوكس فيكم تشتروها وتقصيد مريح عبر بانك انترا يلي هو فيكم تدفعه بالشهر دولار وربع الكمبيالي مع الفويد اللي هني بيوصلوا تقريبا للخمسة دولار وخمسة واربعين سنت ومبروك عليكم وبعتقد خلال ثمانة واربعين ساعة ستكون موجودة هيدا السيارة هون عنا باوت اوف فوكس بس انا بظن انه خلال ثلاث سوين رح يجي اتصال ويجي ميني شيلة لانه سيارة مميزة انا جورج سويسري كنت معكم ببرنامج اوت اوف فوكس بلايكم بحلقات قدمي درايف سيف